تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة تحقيق مملكة البحرين لأربع ميداليات مع ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وأكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة أن هذا الإنجاز الدولي يعد إضافة نوعية لسجل الإنجازات التي تحقيقها مملكة البحرين في مختلف المحافل والذي يعكس ما تحظى به الرياضة البحرينية من حرص ودعم واهتمام من قبل جلالته أيده الله منوها أن هذا الإنجاز يأتي استكمالا لمسيرة الإنجازات الدولية التي حققتها مملكة البحرين وما وصلت إليه من مراكز متقدمة ومتطورة تجسد رؤى وتطلعات جلالته الحكيمة ومتطورة تجسد رؤى وتطلعات جلالته الحكيمة